نشاط فني غزير صاحب الحراك الشبابي في السودان حيث انتشر مئات من الفنانين والفنانات في محيط الاعتصام بالقيادة العامة ملونين الجدران والشوارع المحيطة بها بلوحات وجمل لأشعار وغاني وطنية عشرات الجداريات زينت محيط الاعتصام شارك في رسمها فنانون من مختلف الأعمار التفاصيل مع محمد عثمان نتابع متلازمة الفنون والثورة وكأن الشارع السوداني كان ينتظر ثورة تطال كل شيء حتى الفنون والتي استطاع البعض تسخيرها كواقود للثورة وحافز لإسقاط أنظمة الاستبداد في ميدان الاعتصام وثقت الجداريات لأهم المشاهد للثورة السودانية منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي وحملت معها أحلام الشباب بإنعتاق الفنون التي كانت مكبلة بقيود النظام المعزول النظام الزمان كان ما بتسمح لنا أنه نرسم في الجدران يعني بترسم جداريات في الشارع بيهتغلوك أنت تتابع لها تجيهها ومنص الرحلة كلها تعمل تصريح الجداريات كانت محصورة يا تتعمل جوالبيوت يا جوال المؤسسات التعليمية هنا تجسدت أشواق الشباب الطامحي لصناعة مستقبل جديد واستطاعت عبر هذه الجداريات أن ترسل رسائل عديدة تعترفوا بقدرة الفن التشكيلي على التعبير عن حالة الشارع فيه رسيم اسمه الأبستراك الرسم الأبستراك ده يعني هو مرحلة كده عشان الزول يقوم يفهم فالله إحنا قاعدين شونا نجرع في الناس دي شوية شوية ولقد دام إن شاء الله حنقول فعلا إنه رسالتنا وصلت بعض جدران الشوارع المؤدية إلى ساحة الاعتصام تحولت إلى لوحات فنية حملت مطالب الشارع السوداني في ثورته ضد النظام السابق ثورة يراها البعض لتحرير الفنون في السودان فرصة الحرية التي وجدت داخل ميدان الاعتصام كانت أكبر مثال للفنانين إنهم يقدموا بشكل جريء وقوي وصادم لكل المحتصمين بالميدان كميات من الوعي واللون والتشكيل والمعاني السامية التي تثورت ديسمبر المييدة ثورة الجداريات حولت ساحة الاعتصام إلى لوحة أما الشارع المنطفض منذ ديسمبر فتلك لوحة من نوع آخر محمد عثمان العربية الخرطوم